بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية في محافظة الأنبار لتحرير ما تبقى من المناطق التي يسيطر عليها داعش تتواصل جهود إعادة إعمار المناطق المحررة لإيصال الخدمة الأساسية لها وزارة الكهرباء كانت من بين أولى المؤسسات التي باشرت عملها فور انتهاء العمليات العسكرية لتعلن افتتاح محطتين تحويليتين متنقلتين لإعادة التيار الكهربائي إلى مدينة الرمادي وقضاء هيت سوف يتم هذا اليوم تشغيل المحطة وإطلاق الخدمة وبعد ذلك ستكون هناك حملة مكثفة لمعالجة القطوعات والمشاكل الموجودة في الأحياء والمناطق تم حشد جهد مديريات كثيرة في وزارة الكهرباء لغرض إعانة مديرية التوزيع في مدينة الرمادي وفي الأنبار بشكل عام إنجاز نصب المحطتين التحويليتين المتنقلتين تم عبر ملاكات المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية لمنطقة الفرات الأعلى بالإضافة إلى الملاكات النازحة العائدة إلى المحافظة في موقع محطتين الرمادي التحويليتين القديمة والجديدة والتي تعرضت إلى تدمير كبير من قبل إرهابي داعش خدمة الكهرباء الأولية عادت إلى مدينة الرمادي وهذه بشرة كبيرة ومشكورة حقيقة وزارة الكهرباء على ما قدمته إلى محافظة الأنبار ونتمنى على كل الوزارات أن تحذو حذو وزارة الكهرباء في سرعة إنجاز مشاريعها الخاصة في محافظة الأنبار هذه بشرة كبيرة وانتصار كبير للحياة المدنية في محافظة الأنبار الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها خطور الطاقة الكهربائية اضطرت وزارة الكهرباء إلى الاستعانة بكوادرها من خارج المحافظة من أجل إعادة الطاقة للمناطق المحررة بأقصى سرعة تمهيداً لعودة النازحين إلى ديارهم